عشان تتخلص من جميع الددان او الطفايليات اللي بتصيب اسماك الزينة سواء باقة خارجية او داخلية تعال اتفرج على الفيديو ده هيفيدك جدا لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعل الجرز وتشير فيديوهاتنا النهاردة معانا علاج بشري من اقوى علاجات اسماك الزينة وهو البرازيكوينتل او هي المادة الفعالة في الدواء بتاعنا اعرفك ايه الامراض اللي ينفع نستخدمها معاه واعرفك الجرعات الصحيحة ليه وحط تحت كلمة الصحيحة دي ميت خط البرازيكوينتل ممكن تجيبه من الصيدلية متوفر بكذا اسم بلت رصيد برازيكوينتل ايه بكوينتل وغيرهم المهم يبقى فيه المادة الفعالة واللي هي البرازيكوينتل 600 سعره رخيص العلبة فيها شريط بحوالي 16 جنيه مصري ومتوفر في اغلب الدول العربية انا عايز اقولك اكتر من مصر كمان عشان في مصر هتلاقيه دايما متوفر اكتر في الاقاليم والمحافظات اللي فيها زراعة نيجي بقى للامراض اللي بيعالجها البرازيكوينتل بيعالج ديدان الخيشيم فجأة تلاقي السمكة عندك قفلة خيشوم من الاتنين بتوحها وفتحة تاني وبتتنفس منه بسرعة جدا وكمان الشهية بتاعتها هتلاقيها اقلت جدا او منعت اكل خالص في الغالب دي اصابة بالديدان وبتحصل اكتر للاسماك الديسكس وغيرها من الاسماك التانية وبيعالج كمان الديدان الخطفية اللي بتبقى على جسم السمكة من برة واللي بيلاقي كتير من الهواية صعوبة في التخلص منها وبتضطر تطلع السمكة وتشيل الديدان منها واحدة واحدة بالملقات البرازيكوينتل هيريحك من القصة دي ويخلصك من الديدان الخطفية بدون اي تعب كمان بيخلصنا من اي ديدان معاوية زي الديدان الشرطية او المسطحة او الديدان التربونية فيه نوعين من الديدان ما بيقدرش عليهم البرازيكوينتل اللي هم الديدان الدبوسية والمستديرة ودول اللي هم علاج تاني هنتكلم عليه بعدين ان شاء الله الديدان المعاوية دي عموما بيبان اعراضها بان السمكة بتقل شهيتها جدا او ممكن كمان تمنع اكل وكمان البراز بتاعها ممكن يبالونه ابيض العرض الاكبر هو بطء نمو السمكة وده عشان فيه كائنات تانية بتشارك السمكة في الطعام بتاعها وبتضر بعملية الهضم والتحويل وزي ما قلتلك ممكن نستخدم البرازيكوينتل لعلاج التفايليات الخارجية والداخلية وده عرفنا كل الامرات تقريبا اللي بيعالجها نيجي بقى للجرعات الصحيحة وطريقة الاستخدام بتاعتهم وقبل ما نقول خلي بالك البرازيكوينتل امن تماما على جميع انواع اسماك الزينة العزب والمالح وقامن تماما على الزرع الطبيعي بس ممكن يبقى مش محبز مع القواقع لانه ممكن يضر القواقع جدا الجرعات بقى البرشامة الواحدة من البرازيكوينتل بتبقى حوالي 600 ملي واحنا محتاجين 5 ملي لكل لتر مية في الحوض عندك فيه ناس تبعا مدارس تانية بتقولك 2 ملي انا من وجهة نظري انا مع المدرسة اللي بتقول 5 ملي لانها بتجيب نتيجة رائعة وفي وقت قليل يعني لو حوضك فيه 50 لتر مية مثلا يبقى محتاجين 250 ملي من البرازيكوينتل يعني من الاخر اضرب حجم الحوض بتاعك وعدد لترات المية اللي موجودة في الحوض عندك في 5 يطلع لك الكمية المطلوبة من العلاج والبرشامة زي ما انت شايف متقسمة 4 تربعة يعني كل ربع فيها حوالي 150 ملي لو الجرعة زادت معك شوية مفيش مشكلة ولو قلت شوية مفيش مشكلة يعني لو الجرعة مطلوبة مثلا 250 ملي لحوض 50 لتر ممكن تحط نص البرشامة واللي هيبقى 300 ملي مفيش اي مشكلة ولو انت بتقلق ممكن تحط الجرعة الاقل تحط ربع البرشامة واللي هو 150 ملي برضو مفيش اي مشكلة وهكذا اتمنى تكون الفكرة وصلت ليكم الجرعة بقى بتتحط ازاي البرازي كوينتا من العلاجات اللي بتدوب في المية بصعوبة لدرجة ان الاجانب بيدوبوه في شوية كحول او خمرة اعوز بالله طبعا من القرف ده احنا هندوبوه في مية عادي هتجيب الجرعة وتحطها في لتر مية او في شوية مية وتسيبها نص ساعة وبعد كده ترجها كويس جدا احنا هتجيك اشتركوا في القناة بعد كده هترشو على سطح مية الحود بتاعك وتحاول توزحها على الحود بتاعك كله كل يوم هتعمل كده وتحط جرعة لمدة خمس ايام متتالية ويفضل تغيير ربع مية الحود قبل ما تحط الجرعة الجديدة استنى احنا لسه ما خلصناش اددان عمتن بتبيد ومن الصعب انك تموت البيد لانه بيبقى محاط بطبقة بتحميه جدا هنتطر ان احنا نكرر الكرسي بتاعنا ده مرة تانية بعد 14 يوم بنفس التفاصيل خمسة ملة لكل لتر مية لمدة خمس ايام للتخلص من الديدان اللي فقست من البيت اللي كان موجود عندك في الحود كده الفيديو بتاعنا انتهى اتمنى اكون وصلت لكم معلومة مفيدة لو لك اي استفسار سيبلي تعليق اسفل الفيديو وهرد عليك في اسرع وقت ممكن ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا اشتركوا في القناة